كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن محادثات حول خطة جديدة لتشكيل حكومة وحدة تنص على تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو رئاسة الحكومة في الأشهر الخمسة أو الستة المقبلة وبعدها سيستبدله رئيس تحالف كاحولا فان بيني جانتس لمدة سنتين على أن يعود في نهايتها الليكود إلى رئاسة الحكومة تأتي هذه المحادثات رغم استمرار الاتهامات المتبادلة بين جانتس ونتنياهو بسبب عدم تشكيل حكومة وحدة وزيادة احتمال التوجه إلى انتخابات إسرائيلية ثالثة ومن جهة أخرى قدم رئيس كتلة حزب الليكود بالكنيست ميكي زوهر مشروع قانون يقضي بتعديل قانون أساس الحكومة وينص على تقصير فترة المعركة الانتخابية من 90 يوما إلى 45 يوما وذلك على خلفية توقعات بالتوجه إلى انتخابات ثالثة أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفخاي مند البليت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو غير ملزم بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية وأشر إلى أنه سيبحث في الفترة المقبلة مسألة استقالة نتنياهو من الحقائب الوزارية التي يتولاها كما أوضح مند البليت أنه ليس من الواضح بعد مدى إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة في الوقت الذي يواجه فيه لائحة اتهام رسمية بدوره ألمح رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفكتور ليبرمن أن حزبه لن يدعم حصول نتنياهو المتهم بقضايا فساد على حصانة برلمانية خلافا لكل التوقعات وقال ليبرمن إنه يأمل بأن يخرج نتنياهو من التهم الموجهة ضده بريئا كما واستبعد أن يطالب نتنياهو الحصانة من الكنيست معتبرا أن المكان الوحيد الذي يصلح لمعالجة القضايا فيه هو المحكمة افتتحت صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر في بلدات الطيب وباقى الغربي وجدت المثلث لانتخاب رؤساء للسلطات المحلية وأعضائها وسط منافسة شديدة بين المرشحين وفي واقع الغربي تسود أجواء من الود بين أبناء البلد الواحد رغم احتدام المنافسة بين ثمانية مرشحين على الرئاسة الأجواء تبعث على الإطمينان أن هذا البلد يسير في الطريق الصحيح إن شاء الله حتى مكافحة العنف وفي كل على جميع الأصعدة التي تهم الوسط العربي بشكل عام ولكن في باقى الغربية هناك أجواء مميزة ونستطيع أن نراها اليوم حتى في صندوق الاقتراع حتى الآن في باقى الغربية في 30 صندوق 11 مجمع في المدارس مكسمات في باقى 19 822 مصوت في 60 سكرتير لكل صندوق فيه 2 من السكرتيرية تبات صندوق مع لجنة الانتخابية الموجودة معهم من الرئيس وعضو ونائب بدوا يشتغلوا من الساعة 7 30 صندوق كانوا مفتوحات يعلق الناخب العربي آملا كبيرة على مرشحهم للرئاسة بحمل همومهم ومعالجة قضاياهم اليومية آملين بأن تكون لديهم القدرة على التأثير وإحداث التغيير ما يدفعهم للمشاركة في الانتخابات المحلية رافعين بذلك نسبة التصويت لتتخطى 80% في معظم البلدات العربية مطالبنا أول شيء أنه يمنعوا العنف لأن العنف متواجد بكثرة هاي الأيام وبدنا محلات رياضية مشان تعرف الشباب اليوم بدوروا نحو المخدرات وهي الشغلات بدنا يهتموا في التربية والتعليم أيضا كل هاي الشغلات وبدنا بس نخلص بالمجال الأكاديمي والجامعي إن لكي أطر يعني محلات نبني فيها ونعيش فيها النهوض بالتربية والتعليم والحد من آفة العنف المتفشي وإيجاد أطر لمنهجية لشريحة الشباب بالإضافة إلى توفير أماكن عمل لهم وغيرها الكثير هي قضايا حارقة وملحة يضعها المواطن العربي في رسم رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبين ليعملوا على معالجتها والنهوض ببلداتهم وتطويرها وفقا لتطلعات السكان وإحتياجاتهم بمبادرة من عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة عيدة تومة وعدد من أعضاء الكنيسة أحيى الكنيسة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال مؤتمر أكد الحضور فيه على أهمية مواصلة النضال في مساواة الحقوق بين المرأة والرجل ومكافحة كافة أشكال العنف الجندري من خلال التشريعات القانونية والنضال الجماهيرية 25-11 من السنة الماضية كان هناك الإضراب العام للنساء احتجاجا على جرائم القتل في إسرائيل منذ ذلك الوقت حتى الآن كان من المفروض أن تخصص الحكومة 50 مليون شيكل كل سنة لتنفيذ خطة لمعالجة العنف ضد النساء هم يخصصون 10 مليون كل سنة وليست جميعها تستغل بالتالي نرى أن هناك تقاعز كبير من طرف المؤسسة كل التصريحات التي أطلقها بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة السنة الماضية حول هذا الموضوع ذهبت أدراج الرياح هذا الموضوع ليس على أجندة هذه الحكومة وبمشاركة العشرات من أعضاء في الكنيسة وناشطات من الجمعيات النسوية الفاعلة ونساء تعرضن لأشكال من العنف تناول المؤتمر مختلف القضايا التي تخص العنف الممارس ضد النساء فيما تشير المعطيات إلى مقتלי أكتري من عشرين نساء منذ مطلع العام يشבנו עכשיו בוועדה בכנסת وشמענו نשים שהפנים שלהם تشتشו שסיפרו לנו סיפורים באמת מזעזעים בחורה אחת מהמגזר הבדואי בחורה אחת מהמגזר היהודי זה לא נושא של הדות זה לא נושא של דתות זה נושא שמתחיל ונגמר בחינוך והוא פוגע بنפש הוא פוגע במשפחות שלמות على رغم من الأزمة السياسية في إسرائيل يواصل النائبات في الكنيسة والناشطات النسويات في المساعة الهدفة إلى القضاء على العنف ضد النساء والعمل على تشريع المزيد من القوانين الداعمة للمرأة وحقوقها شرك مواطنون فلسطينيون من مختلف المحافظات الفلسطينية بمسيرات حاشدة بدعوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تنديداً بقرار الخارجية الأمريكية المنحازة والتي كان آخرها إعلان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الشرعية وغير مخالفة للقانون الدولية هذا وأصيب عشرات المواطنين من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بدوره أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي خلال مشاركته بالوقفة الجماهيرية الرافضة للقرار الأمريكي الأخير على موقف الحكومة الفلسطينية الوطني الثابت وأنه لا يمكن أن يكون سلام على هذه الأرض ما لم ينتهي الاحتلال أعلنت هيئة شؤون الأسرة والمحررين الفلسطينيين أن حالة من التوتر والاستنفار تسود السجون الإسرائيلية عقب الإعلان عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك نتيجة تعرضه لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون مشيرة إلى أنه باستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى مائتين واثنين وعشرين شهيدا منذ العام سبعة وستين هذا وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار السجون الإسرائيلية بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرة الفلسطينيين وحملت الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك كما وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي صليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي العمل من أجل الإفراج عن بقية الأسرة في سجون الاحتلال خاصة المرضى منهم انطلقت مسيرة حاشدة وغاضبة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين تنديدا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك وذلك بمشاركة مؤسسات وفعاليات وقوى البلدة وقراها المجاورة مطالبين العالم بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني المسؤولون في بلدية رهط ورجال الأعمال ينتظرون بفارغ الصبر توصل سلطة الأراضي إلى اتفاقية عادلة مع أصحاب الأرض في محيط المنطقة الصناعية الجديدة التي ستربط المدينة بشارع رقم ستة رهط تلقت بشارع وهي أن دائرة أراضي إسرائيل الهيئة العامة العليا وافقت على تعويض أهالي الأرض الذين يمر المقطع هذا مئات الأمطار ما بين رهط وبين شارع ستة سنوات طويلة انتظرنا هذا القرار وفي النهاية تلقينا هذا القرار برحابة صدر حيث أن هذا القرار سيدخل رهط في مجال أولا الصناعة والتجارة ربط المنطقة الصناعية ممكن أيضا بيع قسام البناء الجديدة الصناعية الجديدة وأيضا من ناحية الصفر ومن ناحية أيضا المواصلات ما بين رهط وما بين شارع ستة هي أيضا قفزة نوعية وممتازة للمواطنين وممتازة أيضا لاقتصاد البلد المنطقة الصناعية القديمة تعاني من مشاكل عديدة خاصة في البنية التحتية والاقتضاظ الذي يمنع تطويرها علما أن العديد من أصحاب المحلات يستأجرون محلاتهم ولا يستطيعون توسعة مصالحهم التجارية تأمل أنه هذا المرة ليس كلام إنما واقع لأنه إذا بتشوف كثير من أصحاب المحلات التجارية والصناعية الموجودين في المنطقة الصناعية خصوصا يعني أكثرهم متأجرين موجودون في ضيق وضائقة فأحنا دائما بنقول أن الأولوية بتكون لهم للمتأجرين وبعدين للناس اللي عندهم مشاريع جديدة أنهم يقدموا المشاريع هيتكون لازمة للبلد مش مشروع على أساس إنه مشروع إنه مشروع إنه بيجذب للبلد أول شي من زباين وبيسهم في رفع مكانة المنطقة الصناعية والبلد ككل المنطقة الصناعية يجب أن ترتقي إلى مستوى الحدث وعلى مستوى البلد كما تعلم أن التجارة والصناع هي القلب النابض لكل منطقة والاقتصاد هو العمود الفقري لكل مجتمع يريد أن ينهض إلى الأمام فنتأمل أن نطور هذه المنطقة مع منطقة عيدانا نيجف مع كل هذه المناطق وأن المناطق التي يوجد عليها أشكليات من ناحية أرض كل أمل أن نتوصل في هذه الفترة حتى نستطيع أن نحل هذه الخلفات وأمل في القريب العاجل أن يتم ربط المنطقة الصناعية مع شارع خط 6 صاحب الأرض له الأولوية وحق النقد في مثل هذه الحالات حيث يؤكد جميع أصحاب المصالح التجارية والمسؤولون في البلدية أنهم لن يقتربوا إلى هذه الأرض طالما لم يتم التوصل إلى حلول مرضية مع أصحابها الذين لا يمانعون في تطوير مدينتهم ولكن بدون المس بحقوقهم غضب عارم في قرية دير الأسد الجليلية مع استمرار اقتحام الشرطة الإسرائيلية للبلدة المتواصل منذ عدة أيام وتحويلها لثكنة عسكرية في أعقاب حدثة لإطلاق نار تعرضت لها إحدى دوريات الشرطة أثناء مطاردتها مركبة في البلدة قوات معززة معززة من الشرطة بمختلف وحداتها برا وجوا اجتاحت البلدة بعد الحادثة لتعترض المواطنين وتعرقل سير حياتهم اليومية الأمر الذي أغضب الأهالي الذين وجهوا إصبع الاتهام للشرطة ذاتها التي تتغضى عن التدخل الفوري أو استخدام مختلف وحداتها عندما يتعلق الأمر بالعنف المستشري بالمجتمع العربي جرائم العنف اللي كانت في مجتمعنا العربي بالأخيرة بيّنت أنه فيه تقاعص من الشرطة تقاعص كبير اللي ما خلهاش تتصرف في الإشي اللي هو مساوي للجريمة نفسها اللي كانت أنا بتمنى أنه كل جريمة بتصير إن كانت على نطاق بلد ولا كانت على نطاق دولي تتعامل الشرطة محا بنفس الطريقة مش بس لأنه أطلقوا النار على دورية شرطة مش لأ مش بس رغم أنه أنا لا أعرف مني لأطلق النار هل هو شخص عربي ولا يهودي ولا من داخل البلد ومن خارج البلد أكثر من ثمانين قتيلا عربيا منذ مطلع العام والمئات من حوادث إطلاق النار لم تحرك الشرطة الإسرائيلية ساكنا في فكي لغزها لكنها اجتاحت دير الأسد مدججة بالقوات والمروحيات عندما تعلق الأمر بالتعرض لإحدى دورياتها لتثبت من جديد بأنها غير معنية في وضع حد لشلال الدم النازف في المجتمع العربي بالداخل غادر البابا فرانسيس اليابان بعد زيارة استغرقت أربعة أيام ناشد خلالها قادة العالم العمل على ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مجددا قط واكتسبت هذه الخطوة ثقلا إضافيا لأنه وجه رسالته من مدينتي هيروشيما ونجزاكي وهم المدينتان الوحيدتان اللتان تعرضتا لقصف بقنابل ذرية والتقى البابا كذلك بناجين من حادث فوكوشيما النووي عام 2011 وتحدث إلى فتن الطر للفرار من منزله بسبب الإشعاع المرتفع وأقام قداسين شهد حضورا كثيفا اصطف فيه البعض ساعات طويلة امتدت لما قبل الفجر حتى يتمكن من المشاركة ونزع السلاح النووي قضية رئيسية في زيارة البابا لليابان التي لا تطاردها فقط ذكريات الهجومين الذين وضع نهاية للحرب العالمية الثانية بل يقلقها أيضا برنامج كوريا الشمالية النووي وتجاربها الصاروخية وقال بابا الفاتيكان لعدد من كبار الشخصيات ومن بينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إنه يدعو كل أصحاب النوايا الحسنة للتشجيع والطرويج لكل سبل الرضع اللازمة حتى لا يتكرر الضمار الناجم عن القنبلتين الذريتين في هيروشيما ونجازاكي مطلقا في تاريخ البشرية وقال أبي إن اليابان ملتزمة بعالم خال من الأسلحة النووية وفي إشارة على ما يبدو إلى التوتر القائم مع كوريا الشمالية ذكر البابا فرانسيس أن الحوار هو السلاح الوحيد المناسب للإنسان والقادر على تحقيق سلام دائم ويدعم البابا معاهدة للأمم المتحدة تهدف لحظر الأسلحة النووية ويقول إن حتى حيازتها بهدف الرضع غير أخلاقي وكانت هذه أول زيارة باباوية لليابان منذ ثمانية وثلاثين عاما والثانية على الإطلاق بعد تلك التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني siempre el hombre para administrar sus recursos ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر